اشتركوا في القناة في مجال حقوق الإنسان وعرب مدير عام المنظمات والتقارير الدولي عصام الشاعري عن تقدير الحكومة لجهود ودعم المجموعة العربية ومجموعة النواة العربية أثناء اعداد نص مشروع القرار عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد العليم وبحضور أعضائه لبحث آخر المسجدات على الساحة الوطنية ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام الوضع الاقتصادي ومستوى تنفيذ الإصلاحات المنسقة والأصدقاء والإجراءات الحكومية المتخدة للوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والنفقات الأساسية لتشغيل الخدمات العامة إلى ذلك عرب مجلس القيادة عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ترأس القام بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية على الكثير اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين وأقر الاجتماع جملة من القرارات الحازمة أبرزها استئناف حملة منع وضبط الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة وحدد الاجتماع يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من اكتوبر موعيدا لانطلاق الحملة في جميع مدن العاصمة عدن بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية نهاية الموجز للقاء اشتركوا في القناة